السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ان شاء الله تكونوا في تمام الصحة والعافية اليوم رح نشارك معكم حلوة جفا تقليدية تعزمان هذه الحلوة تجيب الزيت فقط سهلة سريعة جدا وبمكونات اقتصادية جهشيشة طارية والدوب في الفم رح نقول بسم الله وندخلوا مباشرة في المقادير وطريقة التحذير 250 ملية لتر من الزيت الزوج حبات البيض وحدة صفار من البيض وعندي كاس تعميزينة او لاناشا مشي معمر بلي حوالي 100 غرام كاس تعسيك خاقلاس حوالي 130 غرام عندي ملعقة صغيرة من الفانيلا وكاس من الخميرة الكيميائية حوالي 10 غرام مباشرة في غيسي بيون نفرغ كمية الزيت رح نزيدو نديرو البيض ورح نخلطو هاد الحلوة بواسطة الدراب اليدوي فقط تقدرو ديروها بيد كذلك كيف تقدرو ديروها بالخلط الكهربائي لكن لو درتوها بالخلط الكهربائي يعني متبلغوش بزاف الخلط نخلط المكونات ومباشرة رح نغرب الكاس تعسيك خاقلاس يعني ضروري نغرب المكونات هكذا باش نتخلصوا من كامل لغريمو نرح نواصل عملية الخلط ورح نضيف ملعقة صغيرة من الفانيلا سوف نتجربه ونحوي كامل هذا السيك خاقلاس يلسكنا على اطراف الغيسي بيون ورح نواصلوا عملية الخلط رح نزيد ونجيبو كستع مايزينا نغرب الجلوح نضيف المكونات في المكونات فقط و يضرب اليدوي هذا الحلوى سهلة و اقتصادية و نضيف الكاس الأول نضيف الكوب الثاني و نضيف المكونات و نضيف المكونات و نضيف المكونات و نضيف الكوب الثالث بالتدريج يعني الكوب الثالث نضيفه تدريجيا ونشوفه القوام بتاع العجين هذا الكوب الثالث يعني ضفت القليل رح نخلط هنا يعني سباتشل مساعدة نيش بدأت العجينة شوية تنطم ولا تتقيلها رح نكملها باليد عليك العجينة اللي تحصلت عليها يعني عجينة طارية جدا لما ترتاح رح تتشرب قليلا شوفو هنا يعني ما زالت تلسقلي في الايادي رح نجيب الميزان فقط باش نوريكم الكوب الثالث شحال بقالي منه يعني بقالي حوالي تساوى عشرين غراموها لكل حر رح نخليلكم كل المقادير بالغرامات والاكواب في صندوق الوصف رح نطم العجينة نديرها في كيس بلاستيكي ونخلوها ترتاح حوالي عشر دقائق ومباشرة رح نبدأ نخدمه بها. احنا ياخذت كيس بلاستيكي قدرت فيه القليل من الطحين في الاسفل ونزيد ندير كيس بلاستيكي من الفوق. نكسل العجينة التاعين بسمك متوسط يعني ما لازمش تكون خشينة كما الحلواتات طابع وما لازمش تكون نرقيقة كما الصعب لان رح تكون متوسطة للسمك لان هاد الحبات يعني رح نطيبوهم ومبعد رح نلسقو حبة في الاخرى وضروري تكون الحبة متوسطة للسمك. انا اخترت هذا القلب لانه الحجم التاعو مناسب يعني الحلوات داعنا ما رحش جي صغيرة بزاف وما رحش جي كبيرة بزاف. وهنا كما شفتو يعني درت الكيس البلاستيكي وطبعت من الفوق هكذا بش جي الحلوة بومبي يعني كما نديروه في المخبز. هاي لك الحبه رح نرفضوها بحاذر ونحطوها مباشرة في صينية ديروا لها ورق الزبدة وإلا يعني اغبروها بالقليل من الطاحين الأبيض. إذا ما كانت عندكم هاد سباتشل حاولوا ترفضوها بالسكين يعني ضروري ترفضوها بحاجة حادة هكذا باش تبقى محافظة على الشكل تاحا ما أمكن. نايا رح نزيد ندير الكيس البلاستيكي ورح نطبع حبه واحدة. نحن ضروري يعني تقطعوا بالحبه لأنه إذا قطعتوش هل من حبه في مرة واحدة يعني رح تروح لهم كامل الشكل الخارجي ولا لا فهم لأنه العجين طاري جدا. هاي لكنا رح نواصل بنفس الطريقة. حاولوا تديروا كمية من الطاحين الأبيض في الكيس البلاستيكي لي جاي من الأسفل ورح يتفضوكم بكل السهولة. أنا تحصلت على هذا النتيجة يعني كاس تزيد فقط مدلي كمية لبأسة بها. أنا رح نديرهم على فرن يكون مسخن مسبقا أهلاء 180 دراجة حوالي 10 دقائق في 13 دقيقة فقط ورح يكونوا جاهزين. هوليك المنظر تحم بعد ما خرجوا لي من الفرن. هاي لك الحبه يعني شوفوا ما زلت محافظة على الشكل ديالها يعني تخرج لي بومبي صراحتين يجي الشكل تحم جميل جدا. هوليك اللون لتحصل تعليم الأسفل يعني طيبتهم ضوغي. هنا رح نجيبو حبة واحد أخرى يعني رح نلسق حبة في حباب المعجون ورح نزينوهم من الأطراف سواء بالفول السوداني ولا أنواة كوكو لا أي نوع من المكسابات. هاي لي كان على كل حال كان عندي الفول السوداني أنا حمصته وغربلته يعني درت الخشين في جهة ورقيق في جهة. عندي كذلك كمية من المعجون. عندي هذا البنسو رح ندير به المعجون من الأطراف. مباشرة رح ناخده حبة. ندير فيها القليل من المعجون يعني إذا ما كانتش عندكم هاد الاداة تقدروا بالملعقة فقط رح تافي بالغرض. هاي ليك. هنا رح نحاول ندير المعجون في الأطراف بدون ما تلحقوا للحبة في الواسط ضروري لحبة تاكم يعني تبقى نظيفة في الواسط هكذا باش تتحصلوها لحلوة تكون أنيقة في النهاية يعني هنا عملية التزيين كذلك مهمة لازم تاخدوا الوقت ديالكم في هذه المرحلة. رح نزيد وناخدوا حبة أخرى ونزينوا بنفس الطريقة. هنا إذا ما حبيتش تدير المعجون تقدروا تديروا الله جولي يعني رح تتحصلوا على نتيجة أفضل يعني الله جولي ما عندوش اللون يعني اللون تهو شفاف وإذا قصتو الحلوة تاكم يعني في الواسط ما رحشت بان. هاي ليك هنزيد ونديروا حبة واحدة. بالنسبة لهذا العجين أنا درتوا بنوكات الفانيلا تقدروا لما ديروا المكونات السائلة يعني يضيفوا كمية قليلة من عطر الفارولة رح تتحصلوا على قلوب يكونوا باللون الوردي كذلك رح يجي شكل تهم جميل جدا. هاي لي كما رحكم تشوفوا أنا رح ندير في المعجون درتهم فلفل السوداني تقدروا أي نوع من المكسارات ولما يعني نلقى أي فارغ ما يكونش مكيوس بالمعجون رح نزيد نعود نديره بالبنسو ونواصل عملية التزيين بنفس الطريقة. هاي ليك الحبة يعني اللي تحصلت عليها. صراحة جا الشكل تهم جميل جدا. وهذه الحلوة يعني تجيه الشيشة ما شاء الله. شوفوا هنا كيفية تتقطع لي بالسكين. وهنا رح نضغط عليها باليد. يعني رح تتفتت مباشرة. صراحة حلوة سهلة. اقتصادية جدا يعني بكستة زيت فقط. رح ندير لكم كمية لبأسة بها. والطريقة سهلة كذلك يعني تقدر أي مبتدئات تنجح فيها ومن المرة الأولى. هذه نهاية الوصفة وفي الآخر رح نقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.